بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فنسأله سبحانه جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وأن يوفقنا للعمل بأفضل ما فيه وأن يتقبله منا على الوجه الذي يرضيه عنه اللهم وفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح ووفقنا للقبول عندك يا أرحم الراحمين أما بعد معاشر الصالحين والصالحات فمجلسنا سيتمحور في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى حول موضوع كيف نستقبل رمضان نحن نؤمل في الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس فاتحة خير علينا جميعا وأن يوفقنا فيه ليكون منطلقا جديدا إن شاء الله تعالى لصفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى ثم مع أنفسنا ثم مع عباد الله عز وجل على وجه العموم لما أقول هذا لأن كيف نستقبل رمضان أظن والعلم عند الله أن أغلب من هو حاضر معنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أغلب الحاضرين قد سمعوا هذا الكلام مرات ومرات بمن استقبلوا رمضان استقبلوا بكذا وكذا 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 لكن هل في كل مرة هل سنعيد نفس الكرة يعني هل سيأتي رمضان وندخل فيه ثم نخرج منه ثم نعود إلى حالتنا القديمة ثم يطيل الله عز وجل برحمته ويمد في أعمارنا حتى يقترب رمضان الذي يليه ثم بعدها نرجع إلى كيف نستقبل رمضان ثم يدخل رمضان ثم يخرج رمضان ونرجع كما تقول العرب وتعود حليمة إلى عادتها القديمة فنسأل الله عز وجل أن لا يكون هذا حالنا في هذه المرة وأن تكون هذه المداخلة نافعة لنا جميعا بإذن الله عز وجل فكلنا ذلك الرجل كلنا ذلك المقصر كلنا ذلك المذنب كلنا ذلك المفرط في جنب الله عز وجل لكن نجتهد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من نومكم فقلنا بما نبدأ رمضان وبما نستقبله ابتداء قبل أن نتكلم عن استقبالنا لرمضان ننظر كيف أن الحق سبحانه وتعالى يعني وهو يخلق هذا الخلق سواء خلق في خلقه للمكان أو لخلقه للزمان الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار وفي اختياره يختار مثلا ليفضل بعض مخلوقاته على بعض فالله سبحانه وتعالى يعني خلق هذا الكون وخلق هذه الأرض وجعل الأماكن فيها يعني مختلفة من حيث قيمتها ففضل من جعل من أفضل الأماكن جعل المساجد مساجد بيوت الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ومن بين المساجد فضل الحق سبحانه وتعالى المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ولا تشد الرحال إلى غيرها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وفضل المسجد الحرام على سائر المساجد وفضل المسجد النبوي على المسجد الأقصى وعلى غيره من المساجد إلى المسجد الحرام وفضل المسجد الأقصى على غيره من المساجد إلى المسجد النبوي والمسجد الحرام وجعل على ما ذكر أهل العلم جعل الصلاة في المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة فيما سواه وجعل المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سوى وجعل المسجد الحرام جعل الصلاة فيه تعدل مئة ألف صلاة فيما سوى هذا مثلا من حيث الأماكن يعني خلق سبحانه وتعالى أيضا الأزمنة وفضل بعضها على بعض فجعل الأشهر الحرم الأربعة جعلها مفضلة على غيرها بأنه حرم فيها مجموعة من الأمور لغير ذلك وجعل مثلا شهر ذي الحجة ميزه بموسم الحج وفيه يوم عرفة وفيه يوم الحج الأكبر يوم النحر وفيه العشر الأوائل من ذي الحجة وفضل مثلا شهر شعبان وجعل فيه خصيصة صعود أعمال العباد إلى الله الصعود السنوي وهذا قد مضى معنا الكلام عنه وفضل شهر رمضان عن غيره من الشهور يعني وذكر صاحب لطائف المعارف رحمه الله كتاب جميل فيما يتعلق به وليس كتابا علميا الذي يطلب فيه الإنسان علما شرعيا لكذا لكن فيه كما ذكر صاحبه في العنوان لطائف المعارف يعني الأمور التي يعرفها الإنسان ويتعلمها من باب سوق بعض اللطائف الجميل التي تكون فيها ومما ساقه من اللطائف الجميل المتعلقة بشهر رمضان ذكر مقارنة جميلة جدا يعني يحسن الرجوع إليها من أجل التفصيل أنا أذكر لكم فقط نزرا يسيرا وذكر مقارنة جميلة بين رمضان وبين يوسف عليه السلام فقال يوسف عليه السلام له 11 أخا وهو يعني يعتبر الثاني عشر ليس من باب الترتيب لكن عنده 11 أخا وعنده 11 أخا وعنده وكين هو 12 رمضان عنده 11 أخا الذين هم إخوانهم من الشهور ورمضان هو الثاني عشر وذكر أن يوسف هو أجمل إخوته وقال رمضان هو أجمل إخوته لأن فيه تتجمل فيه الدنيا كلها لأن أبواب النار تغلق وأبواب الجنة تفتح وتتنزل رحمات رب العالمين وتصفض فيه الشياطين إلى غير ذلك من الأمور وقال أن يوسف هو تحقق بصفة الإحسان وفي غير ما موضوع ذكر يوسف وصف بالإحسان تقريبا لم تخني الذاكرة في أربع مواطن في سورة يوسف إننا نراك من المحسنين نراك من المحسنين يعني إن الله لا يضيع أجر المحسنين فهل المسألة وصفه بالإحسان ورمضان قالوا أنه الشهر الذي يتحقق فيه العبد وخلال الصيام يتحقق فيه بالإحسان لأن الذي يمنع العبد من أن يأكل ويشرب عمدا هو مراقبته لله وهذه مرتبة الإحسان قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بالنسبة ليوسف لما بلغ درجة الإحسان أجعل يوم الملك قال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها وأزيد إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فهذه من بابي كما ذكرنا هي ليست من متين العلم لكنها من بابي اللطائف التي تحفز الذهن فيما يتعلق بعلاقة العبد برمضان طيب هذا رمضان جاء فيه يعني يجوز تبشير المسلمين يجوز تبشير المسلمين بمواسم الخير يعني أبشركم بدخول شهر رمضان أبارك لكم دخول شهر رمضان لغير هذه من الأمور فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لقد أظلكم شهر عظيم لقد أظلكم شهر عظيم وعدد من شراح هذا الحديث قالوا هذا فيه جواز تبشير المسلمين فيه جواز تبشير المسلمين بما يصرهم وبما يدخل عليهم الفرح لكن بشرط المرجو التنبه ففي مثل هذه المواسم تكثر الأكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الخطورة بمكان تكثر الأكاذيب على النبي عليه الصلاة والسلام من بارك قد جاء دخل شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بارك هذا شيء يقولهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من بارك لأخيه دخول شهر رمضان فقد أعتق الله رقبته من النار المرجو أن ترسلها لـ 543 شخص وهذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا يجوز بل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام الكذب حرام كيف موكى الحال لكن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس ككذب على غيره من الناس إن كذبا علي ليس ككذب على أحد وكما جاء في الصحيح ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قد يقول قائل أنا لم أكذب متعمدا أنا لم أكن أدري نقول لك الآن أنت عندك فرصة فالزمن للتكنولوجيا بفضل الله عز وجل أن تتأكد من الحديث قبل إرساله يكفيك مثلا تحمل تطبيق الدورار السنية تطبيق الدورار السنية في تخريج الحديث تحمل التطبيق كي يجيك مثلا حديث قبل أن تنشره تضع طرفا من الحديث تأخذ جملة من الحديث أو لكلمتين أو لأربعاء من الحديث تضعها في التطبيق كي يخرج لك التطبيق مباشرة والتطبيق هذا يعني معتمد وقائم عليه مجموعة من علماء الحديث في العالم الإسلامي والتطبيق يخرج لك تخريج الحديث إما حسن وهذا تنشره لك في خير إما صحيح وتنشره لك في خير إلا إما ضعيف وهنا تمسك إما موضوع إما منكر المهم هو أن الإنسان لا ينشر كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكي قلت لكم فلما واسم للخير تكثر مثل هذه الأمور وهذا مما يليق بالمسلم فتوصل عندك الحاجة تحبسها عندك وهذا قد سبق الكلام معنا عنه فلا دعي للرجوع إليه فرمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من رمضان أي إذا حلت أول ليلة من رمضان قالوا مثلا حسب مراقبة الهلال والمطالع وكذا المعتمدة في البلد الفناني فإن غدا إن شاء الله تعالى هو أول يوم من رمضان يعني هذه الليلة اللولة كتسمى الليلة الأولى من رمضان فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من رمضان أشنو تيدا فتحت أبواب الجنة ها وحده فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ها الثانية وصفدت الشياطين وجاء في رواية صفدت الشياطين ومردت الجن ها الثالثة ونادى مناد يعني من قبل الله عز وجل أن يباغي الخير أقبل ونادى مناد أن يباغي الخير أقبل ويباغي الشر أقصر ولله في رمضان عتقاء من النار ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة يعني كل ليلة له لله عز وجل العتقاء من النار تجدون بعض الحديث فيها مثلا أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار فلعل هذا الحديث حكم عليه أهل التخصص لحن فقط ننقل نحن المقلدون ننقل لكم أن أهل التخصص لعلهم ضعفوا هذا الحديث لمجموعة من الأمور ذكروها من بينها أن رمضان كله رحمة ورمضان كله مغفرة ورمضان كله عتق من النار يعني مشي أوله رحمة كيقولك وده بسألت لأي من الرحمة ده بغى ندوز لأي من المغفرة وهل تكون مغفرة بدون رحمة؟ وهل تكون رحمة من الله عز وجل دون تصحبها مغفرة؟ وإذا كانت الرحمة والمغفرة متصلتان فألا يفهموا من هذا أن هذان الأمران يصحبهما عتق الله عز وجل للعبد من النار؟ يعني هذه أمور تكلم فيها أهل العلمي فلدعي لي للرجوع والتعريج عليها نحن فقط غير ذكرنا بها وخلاص طيب هذا رمضان يعني من ليه نشاهد رمضان؟ نلاحظ أن إن صح التعبير في الأيام العادية عندنا مجموعة من الأعداء يعني يشتغلون علينا ليلة نهار أول عدو هو نفسك التي بين جنبيك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الكفة متوازنة خدمتك أنت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها يعني الكفة العداوة هنا متوازنة وأنت الذي تتحمل المسؤولية كاملة ثم هناك عدو ثاني وهو الشيطان الشيطان الجني الذي يشتغل عليك منذ أن طرده الله عز وجل من رحمته في أول يوم والعداوة واحدة والآليات في أصولها واحدة لكن قد تختلف الأشكال فربما كان الشيطان يغوي من كان قبلنا يعني بتقنيات معينة الآن يغنوهم بتقنيات معينة لكن الأصول واحدة أصول الغواية واحدة يدفع الإنسان من حيث الحرص ويدفعه من حيث الحسد ويدفعه من حيث الكبر ويدفعه من حيث الطمع ويدفعه من حيث الجشاء يعني الأصول الأصول واحدة وهناك شياطين كما ذكرنا شياطين الجن وهناك شياطين الإنس شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة فتجد شياطين الإنس يعدون لك يعني في الأيام العادية ما يلهونك به عن طريق الله ويصدونك به عن سبيل الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة خدم عليك بالقناوات الفاجرة وخدم عليك بالإداعات الداعرة وخدم عليك بالبرامج الساقطة وخدم عليك بالفيديوهات الهابطة إلى غير ذلك من الأمور يعني الكفة متوازنة لكن عندما يأتي رمضان تميل الكفة من رحمة الله عز وجل شوف الرحمة صدربي والله يريد أن يتوب عليكم هذه إرادة الله الشرعية بنا فماذا نحن نريد لأنفسنا في رمضان الله سبحانه وتعالى يجعل الكفة تميل لصالح المؤمن وهذا من رحمة الله الأصلا في الأيام العادية الحسن بعشر أمثالها والسيئة بمثلها لكن في رمضان تزيد الكفة ميلانا لصالح المؤمن فتصفد أبواب النار وتغلق أبواب النار تفتح أبواب الجنة تصفد الشياطين وماردة الجن بعض أهل العلم يعني حاولوا فهم هذا الحديث على الوجه الذي ينبغي لأنهم يقولون إذا كانت مرضة الجن والشياطين تصفد وكانت الشياطين تصفد في رمضان فكيف نلحظ أن أناسا يعني يبقى عندهم شيء من الوسواس أناس يعني نجدهم مثلا يتعاركون وهذا معلوم أن عادة من التحريش الشيطان بينهم فقال علماؤنا الشياطين تصفد ليس بمعنى أنها لا توسوس أبدا للإنسان لكن فقط أنها لا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه خارج رمضان يعني مثلا كان الشيطان يؤثر عليك بنسبة 80% فعند رمضان يصفد وتضعف قوته فلا يستطيع التأثير عليك إلا بالنسبة مثلا 10% أو 5% وهذا بإذن الله عز وجل يسهل التغلب عليه بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى يعني طرد ما كان يأتي العبد من وسوس الشيطان يسهل عليه خلال شهر رمضان أي أن هذه المصائب التي تشوف والناس التي ترتكب المعاصي الله يتجوز عننا جميعا الناس التي ترتكب المعاصي والناس التي تتحف الموبقات في رمضان هذا رغير بدك التأثير دي الخمسة في المئة باش تشوف ضعف الإيمان عند الإنسان إلى أي درجة ضعف إيمانه حتى صارت نفثة خفيفة من الشيطان تأخذ به يمنة ويسرها أما لو قوى إيمانه كما ينبغي فهذا بفضل الله عز وجل وبإذنه لا تؤثر فيه هذه الأمور طيب حتى ندخل في رمضان دخولا صحيحا ونستفيد من رمضان استفادة صحيحة علينا أن نحسن الولوجة في رمضان يعني هذه الدخلة التي تدخلوها حتى الرمضان ستكون دخلة يعني إن صح التعبير دخلة صحيحة وإلا غدين نضطروا أننا نبقوا نجري ونجروا وسط رمضان وفي آخر رمضان والسلام عليكم وعليكم السلام عشنو عيدكم مبارك ونسعيد لا أرى باقي مزائية الله يتقبلوا والعيد مزيئة لكن يا سيد ربي ركت ما زال بغي نصليش باركة وبغي نقرش باركة العام المقبل إن عشت إلى العام المقبل وإن كنت بقيت حيا يعني إلى العام المقبل عام المقبل هل ستكون لك فرصة لصوم رمضان من أن تكون لك فرصة رأى الناس دابا السنة اللي فاتت تم كشف الصح ديالهم قال لهم حقار عندكم ده السكري مثلا ومنوع لك تصوم يعني وحد أخر عنده مثلا كده ومنوع لصوم وحد أخر عنده الضغط مثلا عالي ومنوع لصوم خصو يأخذ أدوية إلى آخره في مواقيت معينة فالإنسان محده باقي كين فيسأل الله عز وجل التوفيق والسداد من أول ما يستقبل به رمضان يعني ونحن باقي على مشارفه بين غفلة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حاله يعني معرفش الإنسان راك يتكلم معكم يسير اليوم غدت سمع الله رحمه الله رحمه فالأول ما يستقبل به رمضان هو الإخلاص والإلحاح وتكثيف الدعاء الإخلاص وتكثيف والإلحاح في الدعاء إنسان يركز دعاء اللهم بلغنا رمضان السلف رحمه الله را كانوا يسألون الله أن يبلغهم رمضان خمس شهور وربع شهور وثلت شهور وست شهور قبل من رمضان لأنهم أدركوا حقيقة رمضان وذاقوا حلاوته وعلموا ما يمكن أن يستخرج منه من الكنوز التي يدخرونها لأنفسهم يوم القيامة فكانوا يكثفون الدعاء اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان فنحن كذلك نكثف الدعاء ونقول اللهم بلغنا رمضان ونحن في كامل عافيتنا ونحن في كامل صحتنا وبلغنا رمضان ونحن في كامل قوانا ونحن في كامل إيماننا ونسأل الله أن يبلغنا رمضان ونحن وأحبتنا على خير وبخير يعني وإن كانت المسافة الفيزياء يعني تحول دون اجتماعنا مع أحبتنا لكن هذا الله عز وجل الحمد لله هذه الوسائل البديلة اللي كان يقوله بديلة هي لا تقوم مقام الوسائل الحقيقي يعني يرى أنك تمشي عند خوك وتعنقوت بوصل الراس وبوصل كراس وكذا إلى آخرين مش بحال أنك تشوفه مثلا من عن بعد لكن ما لا يدرك كله لا يترك الممكن منه والممكن منه هي هذه الوسائل الحديثة هذه الاتصال وهذا من باب أن نحن إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء أو الوباء وكي يجي رمضانته فرصة نكثفه إن شاء الله تعالى الدعاء والأدعية إن شاء الله وديلنا إن شاء الله تعالى تكون مستجابة ونطلب الله سبحانه وتعالى أنه يقبلها منا وكذا ونزيد يعني نكرس الدعاء ونزيد نكثف الدعاء ونزيد نلحو على سيد ربي يعني أدي فرصة أن الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء هذا من بالأدعية مثلاً أنه من اللي يقول لنا رأي غدا رمضان أي حدهم يقول لنا غدا رمضان نقول لما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ومن اللي يقول الإنسان ديك علينا القلب ديالو الداخل استحضر أنه ديك علينا ذي كنون الجماعة دي المتكلم راح خصوص يستحضر فيها جميع المسلمين اللهم أهله علينا يعني قاع المسلمين دي الابنيا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وهذا أفضل ما يسأل وأفضل ما يدعى به ثانيا للإنسان مثلا وفق الله عز وجل ودخل عددك النهار اللول تاني الثالث الرابع دي الرمضان الشعاي لا دركت الليلة اللولة ده رمضان وقال لك غدا رمضان أول حاجة الشكر لله عز وجل تحمد الله أنه قد بلغك رمضان شحا من واحد تدفن في هذه الأيام هذي شحا من واحد كان معولي صوم رمضان شحا من واحد عوتني كان مسكين مأجل التوبة ديال وقال لك حتى لرمضان ها هذا من الأخطاء كي ولكتاي دخل موسم طاعة عدن توب لا شريف توب ومن لي دخل موسم طاعة يلقاك تايب يلقاك خفيف غادي تجريف موسم طاعة مشيتي دخل موسم طاعة عددة تعكلوا النوض طيحوا ولم تنظمن توصل شحا من واحد تدفن بغض النظر على الوباء شحا من واحد تدفن رأى تسحبوا هاي اللي كاللي لنسل مرض بكورونا هم اللي تيمدوا رأى يوميا عباد الله كاتمشي فنسأل الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته سائر موت المسلمين وأن يغفر لنا وأن يلحقنا بهم يعني ثابتين على الحق فقلنا أولا دعاء ثانيا الشكر والحمد وهذا مضى معنا بالأمس من يتكلمنا على قضية الفرياض الصالحين وكنا تتكلمنا على قضية الحمد والشكر وقلنا أن الشكر حافظ جالب إلى عقلته قلنا الشكر حافظ جالب يحفظ الموجود ويجلب المفقود ونسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من الشاكرين العام اللي فات يعني يكونوا معاك ناس كانوا معاك ناس يصليوا هذا العام تسول عليهم تلقى بنادم شاب بنادم كذا فأنتدركت الحمد لله رمضان فنشكر الله سبحانه وتعالى ثالثا يعني يستقبل رمضان هذه من الأمور لبعض الناس يفرطوا فيها وهي قضية الفرح الفرح برمضان يعني الله تكلمنا علىها موسم تميل فيه كفة الطاعة إليك لصالحك موسم تفتح فيه أبواب الجنة موسم تصفض فيه الشياطين موسم تغلق فيه أبواب النار موسم ينادي منادي من قبل الله يا باغي الخير أقبل يعني هذه فرصتك ولله المثال الأعلى تخير من لك يقول لك مثلا من لك تسمع مثلا كتدخل السويقة وتسمع لك زيد وما بخاش زيد وما بخاش لحاجة ربعة مياه بمياه يقول لك مثلا البروموسيون يقول لك مثلا نحن وجدنا لكم مثلا هذا موسم ديال يعني ديال استغلوا هذا الموسم ديال تخفيضات تخفيضات قصوى عنا 90% عنا 50% عنا 40% نقص من الثمان وتطلق الناس تجري وتجري 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 هذا موسم يناديك منادي ليس من قبل السوق الممتاز الفلاني ولا هذا موسم يناديك منادي من قبل الله يا باغي الخير بغيت الخير تريد الخير أقبل أجينا أمس كلا لا تطع هو سجد واقترب أجي أدخل في باب الطاعة أدخل في باب الطاعة لتلج جنان الرحمن فتدخل فيها فتستنشق من عبيرها وترتوي من معينها دخل يا سيدي دخل يا باغي الخير يا باغي الخير أقبل فهذا يفرح به العبد وأن الله سبحانه وتعالى له عتقاء من النار وذلك كل ليلة فعلاج لمن كنشانا لاشي ما تكون لاشي ما تكون لاشي ما تكون لاشي ما تكون لاشي ما الذي يمنع رحمة الله واسعة وأبوابها مشرعة وليس مطلوب مننا إلا أن لجها ونحن مخلصون صادقون يا باغي الخير أقبل فمن لك تشوف انتهى الخير هذا تتفرح الأصل في المسلم أنه يفرح علاش هذا من رحمة الله وهذا من فضله والله سبحانه وتعالى جعلنا في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح أي إن كان هناك شيء يستدعي أن يفرح العبد به فهو فضل الله ورحمته وهذا الشهر الكريم تتحقق فيه رحمة الله ويتحقق فيه فضل الله وإن كان بعض الشراح حملها أيضا على القرآن والسنة بفضل الله أي بالقرآن وبرحمته أي بالسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فنفرح نفرح ونبتهج لكن الفرح الفرح الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى رأيكين عنا في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وكين عنا في سورة القصص سيد ربيب اللي قال على لقمان على عفوا على قارون قال عليه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين وهنا سيد ربيب يقولنا فليفرحوا هناك هنا إن الله لا يحب الفارحين لا هذا ليس تعارضا في الآية إنما هنا الفرح برحمة الله وبفضله يعني الفرح الذي يرضي الله عز وجل أما هنا الفرح ذي القارون كان فرحا أخرجه من دائرة الطاعة إلى دائرة المعصية لأن إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فدفعه فرحه إلى البغي وإلى الاعتداء على سلطان الله عز وجل فنسب النعمة لنفسه قال إنما أوتيته على علم عندي والاعتداء على الناس فخرج على قومه في زينته يعني كيتكبر عليهم وتفشخر عليهم في الخاويات فهذا رمضان يفرح به ها مالك يكون جاي عندك شو واحد اللي عزيز وحبيب وقريب وكي يقول لك أنا جاي في الطريقة تنتظر بله فين وشوق متى يطرق بابك وكي يقول لك شوية تزلاتي فأنظر بخير فين وصلت قربت شوية وتعد البيت وتعد الطعام وتعد اللباس وكي يقول لك تعد على قدر حبك لذلك الشخص فأنت تنتظر قدومه فإذا أتى فرحت به أيما فرح ونحن نعنى مشارف رمضان وكان نتلهف وأن نوصعنا رمضان فهذه فرحة ونفرحه أيضا عندما يدخل رمضان لكن نعد له نعد له الأجواء إن شاء الله تعالى كيف نعد الأجواء لرمضان نعد الأجواء لرمضان مثلا بأولا بالتوبة إلى الله عز وجل هذه اللي من تنزل معاكم عليها وفي نم ماضر نطلق أنا قلس كان دن دن علاه وطيبتينا وإلى سين بديك القادية ديها التوبة أن طيبك نزيد طيبك أن غليك نلقع ونبخر قاع إلى بغيتي ونبقى ونعودو هذا هو كلامنا حيث سيدة ربي إن الله قال إن الله يحب التوابين مش التائبين التائبك يتوب مرة التواب يتوب كل مرة وهذه أخدمت نحن مع أن نخدم وظيفة عمرنا أن نتوب إلى الله أن توب اليوم أن توب غده أن توب بعد غده أن توب بعد الغد ليه أن توب تيتوب علي الله عز وجل إلا تابع ليه سيدة ربي قبلني لقبلني دخلني للجنة هو أجل نحن خدامين عليه نحن خدامين رأس الصالحين كي يقول لك والله لو علمت أن الله قبل مني سجدة واحدة سجدة واحدة ما أحببت البقاء في دنياكم شي يجيني القارانطي وعلى كي ما كيش كيفاش يجيني القارانطي أن سيدة ربي ضمان أن سيدة ربي قبل مني قول يا عبدي السجدة الفلانية دي اليوم الفلاني قبلتها منك وهديك السجدارة قبلتها منك شي هادي يجيني الضمان عن سيدة ربي والله ما أحببت البقاء في الدنيا وكذا كانت يقول السلف رحمة الله عليهم والله يصطح الحل لكننا كالزين على الدنيا بيدنا وبسناء أن الله يغفر لنا عشت عارف الريو سلام فما أننا عارف الريو سلام مقفرين ها عشنا نيرو مش يقول وصافي مقفرينها مقفرينها نغطسوه لا مقفرينها مقفرينها نتوب إلى الله باش نصلحها ونتوب ونرجع إذن ما نعد به استقبال الشهر ونبدي به فرحنا هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى نعارفين بل المعاصي وخة صلفة اللذة فينما وصلت اللذة ليست هي السعادة كيف نفرق بناتهم اللذة شي حاجة كتستمتع بها بدنيا ديك السعادة أما السعادة هذا رفرح في قلبك يدوم معك تكون في الفقر تكون في الغينة تكون في الصحة تكون في المارض تكون في وإنسان يصال الله العافية لكن كيف ما بغي يكون نوع الحالة ديالك إن أخلفك الله عز وجل سعادة في قلبك والله لا تضاهيها للذات الدنيا كيف ما بغي يكون نوعها والله يصلح الحال من غير التوبة كي نعننا عندك شخص قلنا التوبة مثلا شخص يدخل رمضان ونتوب نتوب من دابة ماشي من غداء من دابة ماشي من تيسى للدرس لا من دابة من دابة تعقيد العزم على أنه تبتأي الله عز وجل التوبة عامة شاملة من كل الذنوب والمعاصي ومن بعد أنت تفكر كل شوية فينما تفكر شي ذنب للنهار الفلان فلاني تتوب منه والذنب الفلاني وتتوب منه والذنب الفلاني وتتوب منه وهكذا واضحة إن شاء الله وتعالى المسألة النقطة الخامسة أن يعقد الإنسان العزمة نوي 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 ذلك النية ماشي ديال وإن شاء الله يجارهم دان لا 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 تعقد العزم ذلك القادية ديال صافي 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 باركة صافي نعقد العزم على أنه من يدخل رمضان أن نغتنم منه على أقصى ما نستطيع نغتنم من خيارات رمضان على أقصى قدر ممكن يعني خذ معايا أعطوك غد يدخل واحد ثلاثين يوم غد يدخل واحد القصر وعطي ناكل خناشي ذك شي اللي طلبتي ديالأكياس نمدك به أكياس فارغة القدر الذي تطلبه من الأكياس الفارغة نمدك به وذك القصر في داخله ستضرب لي شيء الطريق وفي داخل القصر هناك يعني مخزن كبير مملوء بالذهب والزبر جدي والمجوهرات والحلي وكل ما تشتهي الأنفس من الأموال وقال لك دخل عندك ثلاثين يوم تملأ ما شئت من الأكياس كلما طلبت كيسا مددناك به أعمل ومن لغة تقول لكم لغة تسالي ثلاثين يوم هذين سدون عمس أخرج هترجع لأيام العادية وإذا بغيت مثلا تشري واحد سنسل الذي يده بخصك تخدم وكذا وتجمع الفلوس باش مش تشري هذيك سنسل الذي يده لا دابة عنده واحد قصر دخل هز بالله عليكم كيف يكون عزمكم وأنتم تنتظرون عند باب هذا القصر الوقت الذي سيفتح فيه كيف سيكون عزمكم هذي الوقت التعتال لكن الوقت لا رأت دابة دابة سنقول لك هذرا ما تكملش معي وكانت دي بالصح ما تكملش معي المباشر نحلف ما تكملش المباشر كورا مش يتي مش يتي وقفتي في ذيك الفلاص لكن شنو كين اللي كي وقع وأننا تندوم ضع ضعو نمشي وما نمشيوش وقت تتلاتين يوم على شحال بنادهم قدوا ما يجمع قاها عمس نهار تدخل الجماعة حضر ربعات الخناشية وتعيش بيه خير وعلا خير ويبدأ ولي عبدو في التلك ويبدأ تنقص وما تبشيش اليوم الأول وما تبشيش اليوم الثاني والناس رأدخلات وكتعمر كل نهار كتعمر كل نهار تتعمر وتخرج كل نهار تعمر وتخرج ونتك تقول خلي هذا اليوم الرابع إن شاء الله وتعالى أدريكوهم ما شيش كان أنا عندي يدي أكبار كان نحف نكلبس 45 في الدي أنا نهزو ونحضك شلي يهزو دلالي صغير نهزين أكتر منه بالمضاعف إلى آخره ثم يأتي اليوم السادس والسابع شوية كبدأ تسمع حقار بقات يومين كتدخل تجري كتقول لا بالله واش ندخل ناخد من هنا لا وقي لهذا أجد وكتبغي تختم القرآن في ديك تلتي وبغي تقوم الليل في ديك تلتي وبغي تدرك ليلة 27 وهي ليلة القدر في ديك تلتي زعمار قلت زعم أمال تير هي ليلة 27 وبغي تدير وبغي تدير وبغي تدير ثم تخرج بركعتين أو ركعتين كتخرج هذا شي خاتم اللي كتقلبك للقاهير شي جالو وقبقات الشيطات معدوك الناس اللي يدخلوا لحوها واخدوا ودهب دير بسح هتقول لي اللارسل أقول لك والله هذا الذي يقع لعدد كبير من الناس فلا أظنك ولا أظنك من الذين يقعون في مثل هذا الفخ في كل سنة قد أتفهم الذي أسلم حديثا أو الذي دخل حديثا باب التوبة وما عمره ما صلى الله مسكين من قبل وكذلك الله دب افتح لي الله عز وجل بصير وغادي يدخل قد أتفهم لكن أنبقى ونطحه في نفس الفخ في كل رمضان هذه عشرين رمضان وانت تتصلي ولله المنة والفضل وعشرين رمضان وانت تصيد نفس تصيد عشرين رمضان وانت نفس الفخ عشرين رمضان وانت تتطح في نفس المطب عشرين رمضان وانت في الميجة رمضان نقول لها باللاتير ان شاء الله هذا رمضان سنقوم عود ثاني نطح وعود ثاني من الأول نعود ثاني وسلفين من الأول ما جات ما جات ما جات فقلنا عقد العزمي الجازمي والصادقي على اغتنامي رمضان باش حتايلة قدر الله والآجر مزايد حتاندركوا رمضان ومتنفه هدليومين لفهد الثلتيام اللي جايا من اللي نموت نموت وانا نمشي على ديك النية ديال انني كنت معاول غنغتانم رمضان على أقصى حد فمن اللي نمشي عن سيدربي غلقان سيدربي اسجلني في الناس اللي كانوا نوين نية صادقة وعازمين عزم جازم أنهم يستغلوا رمضان واجغلين النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى وكلامه صدق صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات زيد سيدي وإنما لكل مرئين ما نوى انا نويتن ان اغتانم رمضان امت قبل ما يجينا رمضان نمشي عن سيدربي وانا ناوي هدك النية الله سبحانه وتعالى يكتبوا لي أجرى الأعمال كأنني قد عملتها سادسا هذه مسألة الله يرضي عليكم بغي نبه عليها كتلقى بنادم بغي يشري السيارة تطلقها تيفتح لانترنت يسول على أنواع دي ديك السيارة وكذا وإلى آخر الخصائص ديالها وفي انتتباه تطلقها تيعيط الاسحاب واللي تعرف توصيل ميكاني سيانات ديال الدرب وتهلي ميشي في دربهم تيشد الطريق كيبلك ها هو طالع اسميته ها هو هابط هذا كيدخل لمواقع ديال البيع والشراء ديال السيارات قد نظر على اسميتهم ويمشي ويجي ويطلع ويهبطها تبغي يشري السيارة يحط فاوحد تمنية المليون ولا عشرات المليون ولا اتناشرة مليون ولا عشرين مليون ولا ثلاثات المليون تزيد أو تنقص المهم كيفلي ومن اللي كيبغي يشري تيدم معا ذاك الخابير ذاك المتخصص ذاك الميكانيكي ويقلبها وكأداء إلى آخره خويا هدي طموبيل قصديرة حديد كواتشو لسانس وغادي تسهلي واحد شوية وغادي تقول في حقك تخرخرت السيارة غادي يمشي للوحة باش نشوف ليا شي واحدة أخرى وبدأ تعي طلبة بريز وعود من لوت وانت بغيتي تصوم وتصلي وتدخل جنة رب العالمين بلا ما تتفقه في دينك بلا ما تتعلم دينك بلا ما تعرف أحكام الصيام بلا ما تعرف راسك شنو عندك بنادمتك يوصل نهار 15 رمضان عادي باش كي جيتي يسول أحقا راه هدي واحد شهر دخلت واحد طريقة ماو ديال القطاع ديال القارو كي أعطون ذوك ليباتش اللي تيلسقو وبغيت نعرف واش هذوك ليباتش شريف واش يالله غدير ليباتش لا را خمستاشر يوم وانا كان ديرهم اياه ولا قلنا لك هذوك ليباتش را كي نقضو الصيام من عام السيدي وفي يوم المفطيرات خمستاشر يوم كي غدير لها تعودها من الأول ندخلوك في العمد ولا ندخلوك في الخطأ ولا فنها تدخل نها السيدي تعلموا دينكم بنادم عشرين عام ديوتي يصلي وباقي ما زال مضارب مع السجود الساو لا إنسان يتفقه في دينه أتقول لي لا اسميته وما كينش كيفاش ما كينش ما كينش كيفاش كين كيفاش اعطى الله المنصصات الإنسان يدخل يتعلم فيها اعطى الله المواقع اللي هي الحمد لله يعني معتبرة يدخل الإنسان يدخل يتفقه فيها ما عرفتيش إنه موقع سوء الناس يدلونك على موقع تقول لي هاسميته ويقولك هاد الموقع و هاد الموقع و هاد الموقع هاد المؤمنين دخل الحمد لله خد منهم الفقه ديالك وتعلم دينك اعطى الله ميد دار اعطى الله ميد دخل يتفقه في دينك تحرميات ديال ديال الكوكب الأرض كل شي كنت عرفها وجيتي تال السلال اللي بغيتي تدخل السالوت اللي بغيتي تدخل به زعمال جناء ما ما عرفوش وعاو تاني لا ما نقلوش نعيشين في حال الطوفيليات ناكلوا من الودنين ديال الكائنات اللي كان نعيشوا على ظهرها اللي سيدي تفقه الإنسان في دينه هذه النقطة السادسة يتفقه الإنسان بعدها يتفقه مني كان يقولك تفقه في دينك لما قلتش لك تقول لي عاليم تفقه في دينك هي أنك تتعلم ما يستقيم به دينك انت باش مطالب انت مطالب بالتوحيد مطالب بصلة وغايد خلش الله تعالى رمضان انت مطالب بصيان ديالة رمضان إذن هاد المسائل هادي بعدها خистك تحكها هادي بعدها خفستك تكون دافتها عندك شيف ليسات زيدة وسميتولة اخرية خ里سك تصول على راسك في قضية الزكا من الي تكون طرفة عاد المسئلة هادي ندوزه القضية العميسدية لو بغيتي تمشي للحج ولا تمشي للعمرة تصول على راسك في pon saud عندك فلوس بغيتي تدير بيع أو شرياء تصول على بيع أو شرية قبل ما تدخل فيها قبل ما تدخل في البيعة أو شرياء تسوي على ذلك البيعة وشريها وش جائزة ولا غير جائزة مسائل اللي هي واضحة وضوح الشمس إنسان بغي يحل المحال وغي يدير فيه مكتابة يبيع فيه الكتوبة والوراق وكذا 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 أدرى ما كيش يشكال رقم شيح الله يبدي يبيع شريف السلعة أقول لك ودين الله رب غي تنرها للمحال وكذا تقول ليح بسول على رأسك قد يطرها نساروت وش كذا وش نبيعه وما نبيعه وش نحضر للمول هذه أمور تسول على رأسك لا تقدم على عمل حتى تعلم حكم الله فيه أصفي هذا هو الدين حيث من لك تسول على رأسك خذوها نصيحة الله جزيكم بخير من لك تسول على رأسك قبل ما تدير المسألة رأى يسهل عليك إن كان الأمر حراما يسهل عليك تركه إنسان مثلا بغا يحل المحال خاص بأنه كي يوشم الدراري ووشم الدريات زيان يالله بغا يدير القادية والسيد ما عارفش وربما يالله حديث عهد بإسلامه ولا ما عارف والو يالله السيد ذاك يصلي كذا جت يسول من يتي يسول الناس دي كيقول له الدرار ذاك الوش مراه لا يجوز ولا حانا مكادا وكيبينو لي الأمور الحرم دي لديك مسألة إذن إذا حرم الله شيئا فقد حرم ثمنه فكيقول لك ودينا ما فباري يشد لقادية هدي صافي من لي حرام سمعنا وأطعنا حط هالشي لها الجي هدي ساهلة حت باقي الله فكر سول قالوا لي لا يجوز عطا التسع أرى لي نعمة سيدي واحد مشاوشرة المواد اللي غي يستعمل هذيك الآلات وكذا حط فيها فلوس مشاشرة المحال قادوا شطبوا وضبوا جلجوا دار فيه المسائل صوب ليه الديكوراسيون والآخر يحط على الأقل على الأقل يكون حط واحد ربعين مليون ديال السنتيم ربعين ألف أورو حطه بجهز المحال وقاد والتأصل بالناس اللي قاد يخدموا لي وكذا يلآخر من بعد أشكال لك أه حقا بالله سمعت شي حاجة أجي نسول من اللي يسول يقولوا لي حرام شال مواحد كتعرفون انتم ما غادي يقول ومن اللي حرام حرام صافي حبس هذي كامل ربعين مليون اعتبروها مشات في سبيل الله نبيعوا ذاك الماطريال نبيعوا كذا وذاك شي اللي شاطلية مش مشكلة في سبيل شال ما حدك تعرف ويقدر يديره وراه هاد شي اللي مغرق عباد الله تاك يزلقوا وتتخشاوا في المعمعة عالوش كيبدوا يسولوا من اللي يسولوا وكيقولوا ماذا لمسألة هذي راه لا تجوز كيقول لك وكي غنديروا وكذا وحن جاي يسول لاحقا وده برات خمس سنين وذاك الكلب احنا مربينه في الدار والوليدات والفعلية والمرأة والفاتع لي شريف راه لا يجوز انك تقتني كلب وتربيه عندك في الدار تربي راسك ربي الوليدات تربي أنت ولا مرأة ربيه شي حاجة مقادة ما تجيب كلب خاشي انت في القرطمة عندك ما راه هذا امر لا يستقيم لا يستقيموا شرعا ولا يستقيموا حتى نظافة ولا يستقيموا حتى عقلا خاشي معاك الحيوان في القرطمة ما زالك كان عندكم شي سطح كبير ولا كان عندكم شي تيرات تحطوه فيها ولا كان عندكم شي عروبية ولا شي عادي أو خاشي انت في القرطمة تأكله والسغب دياله مليوح ريوقه في وجه ولدك تربي كلب الله يهديكم السيد النهار خد معايا وحدة خرجانه كان بغي يربي كلب سول او بغيت نربيه شي كليب لا اشتري فره لا يجوز هذا غير ينقصه من حسناتك قراطا في كل يوم والملائكة لا تدخلوا بيتك انت بغيت تصلي بغيت تصون بغيت دير والملائكة لا تدخلوا بيتك تشي كله بسببه سبب تقول لك أخوة مليه وكابل لاش علي والاخر الله يلا نعرف وضم سيتيع واللي يرى كان مقيم في الديار الأوروبية من لي القادية وصلت وكاب الرجل إلا الله وكاداو بغي يسميتهم بغي يخرج الكلب قالوا لي تخرج الكلب قال لي رأي أنت سياد الكلب في الدار وتخيل من لي والله هو الكلب بل فضل عليه الكلب وتجرع عليه واخرج بره وبقى الكلب في الدار أنا خالد حالة هذه ألا سيدي أتعلم أتفقه عندي وحد الحالة معينة إنسان عنده داء سكري يسأل عن مسألة الصيام مرأة عندك تأخذ هذه الحبوب مثلا تنظيم الدورة الشهرية لأنها ولدات وولدات بالعملية القيصرية وما تخص تأخذ الحبوب تنظيم الدورة الشهرية لأنها ما تخضرش تولدو كذا إلى آخره وعند توقيت معين واش تسميتو سولو كين سولو سولو كين الناس اللي تسولوهم أنا لا أسأل في مثل هذا نعود نذكركم بها أنا لا أسأل في مثل هذا وذا ماشي تواضع ماشي طنز وماشي نشاط أنا لا أسأل في مثل هذا أنا لست أهلا للسؤال فالشي هذا الله يجزيكم بخير لست أهلا للسؤال في مثل هذا أنا خدمتي هواجج كلمات اللي كنقول لك داما أرفع من المعنوية الدالي أنا وياك نتعاون على ذكر الله عز وجل نحاول نجلبه الحسنات نحاول نتوبو وإحنا وياكم باش الله سبحانه وتعالى يقبلنا أجمعين أما نتسولني في الفقه ولا دي حلال ولا دي حرام إلى آخره هذا للسؤال لهذا أنا مضار معه مع الشي شوية صلاتي كنحاول نفهم فيها شي بارك وشي شوية الصيامي نفهم فيه شي بارك إلى آخره صال الله يسعن شي بارك ونطلب الله يوسع لنا فرزقته اللي تحنم دعو نسوله على الزكاة وإلى آخره أما احنا عارف هذا كشوية اللي عنا احنا اللي شاد دينه ولكن سوله عندكم الحمد لله من نسبة لكم أنتم في إيطاليا عندكم مراكز إسلامية في سبانيا عندكم مراكز إسلامية الأخوة هنا الحمد لله في المغربة كين طلبت العلم اللي سوله كين لمجاليس العلمية طال الله الإنسان يسول فالإنسان يعني يتفقه في أمره ويتفقه في أمر صيامه ويتفقه في أمر صلاته أيوة عندكم تعطلوا عليكم أو تاني يدليل هذه قلنا هذه الفقرة السادسة سابعا يعني المواقع التواصل الاجتماعي أواجه عندي دبل هنا ندعو على خضرنا أشكدير في مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان سؤال أشكدير في مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان أذكر رمضان أنت في رمضان في مواقع التواصل الاجتماعي رأى وحدة في الجوج إما أنك فاعل إما أنك مفعول به كي يقول العلماء السلوك والتربية كيقول لك نفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل رأى ما يمكنش تقلس النفس ما تدير والو إما أن تشغلها أنت بالحق وإما أن تشغلك هي بالباطل أما تقول يا رغا ناخده ندير وحد الهدنة أنا والنفس نقول لها شوف ما تدوي معي ما تدوي معاك خلينا هانين لا والله ما تتركك بالله والله ما تخلك إن النفس لا أمارة ماشي آمرة أمارة فعالة تأمرك بالسوء وتعود تأمرك بالسوء وتعود تأمرك بالسوء وتعود تأمرك بالسوء تتنهىها أنتا ولا تطيحك هي في السوء سأل الله العافية إذن في رمضان في مواقع التواصل الاجتماعي هل أنت فاعل أم أنك أنت مفعول فيه أنت مفعول به في رمضان في المواقع التواصل الاجتماعي أنت مفعول به يعني كتستهلك كتسرط وكتأكل وكتبرتاجي الخاويات أو لا أنت فاعل أي أنك تتنشر الخير وتتسيفط الخير وكتحبس أرى ما كراناش وحد سأقول لكم وحد النهضة يعني تكون ديال الوعي نهضة ديال الوعي ديال المسلمين أنك تكون أن تكون فاعلا لا تكون انفعولا به رمضان فرصة للدعوة إلى الله عز وجل أنا كان يقول لك الدعوة إلى الله عز وجل ما شيء أنك تدرت يليفون ودقلس وبدأت أقول بسم الله الحمد لله والصلاة والصلاة أرى الدعوة إلى الله رأيك فيك أنت ضع أنت رح نبتلين بهذا الأمر ونصر الله عز وجل أن يستعملنا وأن لا يستبدل بنا غيرنا يعني وأن يقبل منا لأن نحن دفعنا إلى هذا الأمر ونصر الله المعونة فيه راب بعد المرات ركا تصل راب فضا راب ما ركا تصل مع الإنسان وحد الوقت والله العادي راب كذو غادي تحبس كل شيء كل شيء بدون استكناء ولكن الله المستعان الله المستعان فأنت ماشي بشرط يقول لك أنك تقليش وتهضر وتخطب في الناس إلى آخره راه آية كتوضعها الله يجعل شيء بارك راه الله عز وجل ما تعرفش ديك الآية الخير دي لها فيني وصل راه وخام مثلا أنت يبال لك راه هادي شيء بالنسبة لك ما تهمكش وذيك الآيات راه وخيبال لك ضغطوه غير عشرة ولا لحظة على زر الإعجاب ذيك لايك وجادور وذيك شيء وخيبال لك ضغطوه غير واحد عشرة ولا اثناش راه رابما اللي قرأوا ذيك الآية من عندك راه رابما قرأوا خمسين ولا ستين واحد راه ماشي أي واحد كي يتفاعل مع ذاك الشيء اللي كين هذا راه مرض عوتاني قلس وكتنقب قلس كتخليش يغزوها الرحمة والله عليه قلس تقتل في القمل فذك التليفون اللازي دي رابما ذيك الآيات ينفع بها الله عز وجل تقتل أخبار لواحد لموقع مثلا جميل فيه مثلا ذا بك يدار في حلقة مسابقات ديال الأطفال مثلا والمسابقة ديال الكبار مثلا في قديد الأحكام ديال الصلاة والأحكام ديال رمضان وكذا مزيلا تنشر هذا الخير كن فاعلا وضيق الوقت ديال الاستعمال ديالك ديال هذيك الأمور إلا أن تخفتي خداما عندي لخفتي أن تكون مفعولا به في رمضان في مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة أخوية سد سد ديزاكتي في الكونت الغي الكونت ديالك للوقت لك تيكت دوزوا في فيسبوك دوزوا مع القرآن الكريم إلاك تخيف على رسك لتكون مفعولا به فرمضان وياكل لك من وقتك وصيدك وعباد الله داخل لدك القصر اللي قلت لكم وكتخرج منه الكنوز وانت قال سعند الباب قلتك تحسب في النمل سد حبس تصافي هذه نصيحتي يعني ما عنديش كترة الكلام خلصا ندوزوا ندوزوا المرحلة المرحلة العملية فكما ذكرنا يعني تنشروا آية تنشروا حديثا تنشروا موعظة لداعية من الدعاء تنشروا سلسلة علمية ايش حاجة بحاجة كان أنا أذكر بعض الأخوة مثلا في رمضان كان يقلب على مثلا السيرة النبوية كان السلسلة الشيخ نبيل العواضي حفظه الله كانت واحد سلسلة قديمة للذكرى لكن لها سحبت من الفيسبوك من اليوتيوب ديال السيرة النبوية فالسلسلة فيها مثلا 30 حلقة ديال السيرة النبوية فهو دير معارسه أنه كل نهار في نفس التوقيت كي ينشر حلقة من هذه الحلقات اليوم الحلقة اللولة غدا الحلقة الثانية بعد غدا الحلقة الثالثة الحلقة الرابعة وهكذا فهذا ينشر الخير تنشروا يقولنا آية تنشروا حديثا تنشروا درسا ربما أنت تعلم فالأيام هذه ربما لك علم بشخص مثلا يسكن بقربك وذلك الشخص يعاني مثلا ضائقة مالية تنشر حالته بدون تفاصيل تقول لهم الله يجزيكم بخير وحد الشخص سكن جارنا أحد هنا رأى عنده كذا وكذا وكذا يشكال فالله يزيكم بخير اللي بغي يتعاون معاه يدوز عندي الخاص وذلك الساعة بتعطيهم ترقم الهاتف هذا شيء بتأكد من الحالة لا متأكدش سوف يدخل سوق راسك اللهم ما تنقل والو ولا تنقل شي حاجة فيها في الإشكال الواحد يتدرب في النقطة ربما هذه النقطة الثامنة الإنسان يتدرب على الإخلاص يجتهد في تدريبي في التدريبي على الإخلاص ذيك القادية ختمت اليوم أربع ختمات ولله الحمد والمنا ربنا تقبل منا يكا ودي لباس ختمت يا ختمت يا الرأس كثير شكا ونحنا ختمت إلا كنتي ديرها مع بعض الأصدقاء من باب التحفيز مثلا ديرين شباب شنو ظهر لكم أننا نجتهدوا مثلا تنفسوا في واحد الختمة في خمسية كل نهار مثلا نقرأوا واحد تناشر حزب تناشر 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 حزب بتنختموا ثنان في خمسية اللي كمبل مثلا في الأخر النهار نديرو هدي ممكن نديرها على مستوى مثلا معرفة مثلا ممكن تديرها على مستوى مثلا مجموعة خاصة بك أنت والأصدقاء دي إما مجموعة في الفيسبوك أو مجموعة في الواتساب معرفة مثلا بغيتوا مثلا تنفسوا في المسألة يجعلها بشكل خاص أما القضية دي لأنك تنشر مثلا العبادات الخاصة حيث كان عبادات خاصة وكان عبادات متعدية العبادات اللازمة الخاصة بك أنت من الأفضل لا تنشرها فتدرب نفسك على الإخلاص العبادات المتعدية مضى الكلام معنا عنه بالتفصيل فلدعي للرجوع إلي نستقبل رمضان أيضا بسلامة الصدر على المسلمين أخوي قلبك الله يرضي عليك فيش قلبك فيش قلبك مش يتعاية الناس فيش عليهم قلبك لا فيش قلبك أخوي قلبك أخوي قلبك من الأحقاد أخوي قلبك من ضغائن أخوي قلبك من الحقد أخوي قلبك من الحسد تاني شكات حسد عباد الله الذي أعطاهم قادر على أن يعطيك تاني ماذا تتسخط على قدر الله عز وجل تاني ماذا تحسدون الناس أمن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هذا كتب الفضل يرسد ربي هو أعطاهم ح إيكس أنت أعطاك سيد ربي إيغراج إلا حسيت بالحسد بوحده عتكي طلاحي تكي الناس تكي يعانيهم من القاد يقول لك نرى ما شيء نبغي ولا ما كان حملش ذاك الحالة نقول له إذا أحسست بالحسد يتصاعد من سوبه في قلبك فصلي لله عز وجل وادعو للذي خشيت أن تحسده خفتي لا تحسدوه دعي معاه يا ربي تبارك ليه يا ربي تحفظوه يا ربي تعطيه يا ربي تزيدوه من فضلك يا ربي تقويه يا ربي تجعلوه من الشاكرين دعي معاه من قلبك والذي نربسي وه إن كنت صادقا في الدعاء أنا كنقول لك إن كنت صادقا في الدعاء لا تفرغ من ذلك الدعاء إلا وقد أزال الله عز وجل من قلبك ما تحس به من ضغين لحسي تبارك رك مش النج من جهته مقبوض من جهته دعي معاه بغيتي تفكى والله العظيم إلا سهلة دعي معاه ره ما شيء غير جنبي عليه الصلاة والسلام وقال لنا من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ره ما شيء غير جنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وتعلمنا في الشهود أن تقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سوى عباد الله الصالحين اللي عايشين معك ولعباد الله الصالحين الذين مضوا في الأزمين الغابرة أو لعباد الله الصالحين الذين يأتون في الأزمين القادمة أو لعباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض من الملائكة ومن مؤمن الجن كلهم داخلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والله العظيم إليك أدعي مع المؤمنين لقلبك تيبرد فسلامة الصدر على المسلمين هذا من الأمور المهمة التي ندخلوا بها رمضان من هذا المصح بيتي يكتبير البركة يرأى أعداء الدين هزين في قلوبهم عدينا إحنا وإحنا نزيدون هزون في قلوبنا على بعض إحنا ما جاءش أعداء الملة والدين رخصكم أن تفهموا مهم بلاش ندخلوا في شي تفاصيل أخرى ما سألينش لها هذه قربتك بال هاي 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 على ساعة أطولنا العمس سامحونا الله يزيكم بخير طيب فلعلها آخر نقطة إن شاء الله تعالى نستقبل بها نستقبل بها رمضان وهي أن يشتغل العبد طيلة هذه الفترة إن شاء الله تعالى بتطهير قلبه يقلب قلبه واش كين شي حاجة شرك سواء شرك خفي ولا شرك جليع يا ذنب الله الشرك الخفي هو الرياء يطهر الإنسان قلبه من الرياء وحب الظهور وحب السمعة يطهر قلبك شوية من الرياء واش كين شي ممارسات بدعية خلينا من قال فلان وقال علان واش كين شي ممارسات في هاشي في هاشي شبهة بدعاء وطهر نفسك منها كين شي لسان عامر غيبة وعامر ناميمة وهد رخاوية وسبان في الناس والضحك على عباد الله وطهر نفسك منه تطهير النفس بيرجي خوي 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 يطهر الإنسان نفسه من كل هذه الموبقات باش يستقبل إن شاء الله وتعالى هذا الموسم من دي الطاعات باش فين ما تجي الطاعة تلصق تجي الطاعة تلصق ودبا من اللي كتكون في حلقة مثلا كيكون استقبال مثلا في شي بلد معين قد يعني مثلا قد تقام المحاضرة بموضوع معين مثلا مثلا عندي أخوة فتوسكانة مثلا في إيطاليا ولا يعلموا بمضمون تلك المحاضرة في المغرب ولا في إسبانيا ولا كذا فنحتاجوا مثلا لو بغينا نعود للمحاضرة أخرى نحتاج إلى أن نعيد الكلام مرة أخرى أما دفعا معهدش الحمد لله دي البث المباشر أرى هذا المحاضرة قد سمعها الناس جميعا لا الإخوة في المغرب واللفز بانيو لله أعلم فين كي وصل هذا الخير هذا نسأل الله أن ينفع بنا أجمعين وأن يتقبل مننا أجمعين فمثلا ممكن هذا الكلام هذا لعل لا لا نكرره إن شاء الله وتعالى لكان عندنا شي بث مباشر آخر فما يعتقدوش لأخوة راحيت هذيك لا هذا البث داروا مع الإخوة الإيطالية نرى مليد الناد البث نعودنا هذا لا الناد البث داز داب الحمد لله كي المسجل فهو ينشر بإذن الله عز وجل يعني إن كان فيه ما يستحق النشر وإلا صافي خلاص غضوا عنه الطرف ولا داعي فمليدوز هذه المسألة هذه ندوز إن شاء الله وتعالى الموضوع آخر والموضوع آخر والناس اللي غير يدخلوا إن شاء الله اللي كيدخلوا للصفحة صفحة ياسير العمري الناس اللي كيدخلوا للصفحة رأي يتبعوا هذا التسلسل سيجدون واحد نوع من ديال التسلسل والترابط في المواضيع المحاضرات ونسأل الله عز وجل التوفيق والسدد فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم وتقبل الله مننا ومنكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا التقسير والتفريط والزلل وأن يتجاوز عنا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسدد والصدق والإخلاص كما نشكر لجميع الإخوة والأخوات المتابعين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم أجمعين وكما جمعنا سبحانه وتعالى في هذا المجلس الافتراضي على طاعته نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته وفي مستقر رحمته تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله تحت شعار المتحابون في على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء الحديث والمتحابون بجلال الله عز وجل فهؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهذا ظننا بربنا سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يعجل لنا ولكم بالفرج وأن يفرج عننا وعنكم هذه الكربة وأن ينفس عننا وعنكم هذه الكربة فاجتهدوا في تقوية إيمانكم لأن المؤمن الذي إيمانه قوي هذا الشدائد النفسية هذا لا تؤثر فيه كثيرا بإذن الله عز وجل فاجتهدوا يعني رأى ما كي لا دي لا دي اجتهدوا في تقوية إيمانكم هذا هو النصيحة اللي نعطي اجتهدوا في تقوية إيمانكم والله سبحانه وتعالى رأى كفير بأن يرفع عنا البلاء بين عشية وضحاها لكن سننه الكونية تتطلب منا أن نسير نسير في الأمور بالتدرج دعي المقادير تجري في أعنتها ولا تنامن إلا خالي البالي بين غفلة عين وانتباهتها يبدن الله من حال إلى حالي ونسأل الله عز وجل أن يبدل حالنا هذا أن يغيره إلى أحسن حال ونحمد الله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم